سبورة البداية بآخر أخبار الجلسة العامة العادية التي جرت اليوم بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم وأهم المخرجات من هذه الجلسة العامة العادية ليحضرها تقريبا 111 نادي من بطولة الرابطة المحترفة الأولى والثانية والهوات المستوى الأول والثاني مع تجيل غياب ممثلية ترجل ريالي تونسي والقوافل الرضية بقفصة عن فعاليات هذه الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لكرة القدم التي تم خلالها المصادقة على التقريرين المالي والأدبي بالإجماع التقرير المالي طبعا كان في الفترة الزمنية من 1 جولي 2023 إلى 31 مارس 2024 حيث وقع تسجيل عجز مالي يقدر بـ 5.6 مليون دينار بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدمة التي سجلت مدخيل بلغت 30 مليار و343 ألف دينار و455 مليم والمصاريف قدرت بـ 35 مليار و946 ألف دينار هذا على مستوى الأمور المالية على مستوى الأمور التسييرية وأكيد الموضوع الأبرز والأهم ليقع طرح اليوم خاصة من قبل الصحفيين في الحقيقة والإعلاميين لأنه ممكن على مستوى الأندية كانت المشاكل والمشاغل اللي تعيشها الأندية هي المواضيع الأبرز في النقاشات اللي صارت في الجلسة العامة العادية طبعا مصير المكتب الجامعي والفيفا وقرارات الفيفا هل سأ يحل بتونس في الفترة القادمة وفد عن الفيفا كما سمعته حتى زمينة مهدي عبيد اللي كان حاضر في فعاليات هذه الجلسة العامة العادية مع زميلي رفقي بوستة اليوم في نشرة الأخبار فلاش سبور للظهر تقريبا يعني لن يكون هناك وفد من الفيفا في تونس في الفترة القادمة بما أنه البارح كان فيه اجتماع عبر تقنية الزوم عن بعد بين لجنة الفيفا اللي باش تنظر في ملف انتخابات المكتب الجامعي بتونس ووزارة الشباب والرياضة من جي أخرى وكذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ولجنة الاستئنافة تابعة للجامعة تونسية لكرة القدم تم خلالها يعني طرح الملف هذايا وكل الاحتمالات والاحتمال الأبرز والوارد جدا وأنه سيقع التمديد للمكتب الحالي برئاسة السيد وصف جليل إلى غاية 20 جوليا القادم وتعيين موعد جديد لجلسة عامة انتخابية ستكون آخر فرصة للجامعة التونسية لكرة القدم لترتيب الأمور على مستوى المكتب الجامعي والهيئة التسيرية في الفترة القادمة هذا بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية ومصير تسير الجامعة التونسية لكرة القدم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لتنتظر أيضا زوز مواعيد هامة على دربة التصفيات المؤهلة لكأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا 2026 منتصر لوحيش يوانيس البسعيدي سيواصلان المشوار مع المنتخب الوطني التونسي والإشراف على حضود المنتخب الوطني التونسي في الزوز مباراية القادمة يومي 5 جوان أمام منتخب غيني استوائي وقع تقديم المباراة هذه ليوم 5 جوان عوضا عن 6 جوان ويوم 9 جوان أمام منتخب نميبيا في جنوب إفريقيا كل توفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني التونسي في الزوز مباراية هذه الهامة على دربة تأهل إن شاء الله لنهاية كأس العالم ومونديال 2026 ذكروا أنه أيضا الفيفا كانت تابعة كل أشغال وفعاليات هذه الجلسة العامة العادية التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم عن بعد عبر تقرنية الزوم ووقع الترجمة الفورية لكل أحداث وأشغال هذه الجلسة العامة العادية